طب نفطر تجاه في الامتحان وقال لك اكتب ايميل نفس العنوين لكن بقول لك ما تكتبش فقرة قال لك اكتب ايميل الايميل مش زي ما انتم فكرين موضوع صعب لا خالص بالعكس الايميل سهل جدا وهو عبارة عن نفس الموضوع نفس الفقرة اللي بكتبها لكن بكتبها في صورة رسالة وبيجي لك السؤال في الامتحان بالشكل اللي قدامك ده write an email to your friend هاني اكتب ايميل لصديقك هاني احط تحته خط لان ده الشخص اللي انا هرسله الايميل to tell him about the lunch that you had at a restaurant هشد خط تحت الجملة اللي بعد عباوت لاني هحتاجها وحنعرف كمان شوية هنحتاجها في ايه بعد كده بقول your name is علي اسمك علي برضو هنحط تحتها خط لان ده الشخص اللي ايه اللي هيبعطي الايميل كمان هنا حيديك الايميلات بقول your email address is علي at school.com الايميل بتاعك هنحط تحته خط علي at school.com وعندنا كمان ايميل بتاع الشخص اللي انت حتبعت له اللي هو صديقك hanyatschool.com يبقى انا حط خطين تحت الايميلين تحت ايميل علي خط وتحت ايميل هاني خط نيجي بقى نشوف هنعمل ايه بالكلام او الحاجات اللي احنا علمنا عليها دي اول حاجة عندي 3 عناصر مهمة مش هجيبها من بره هي موجودة او اجابتها موجودة عندي في السؤال نفسه هنشوف ازاي عندنا اول حاجة اسمها to to معناها ايه لا باكتب فيها ايه باكتب فيها ايميل الشخص اللي انا حبعت له طب انا حبعت لي مين لهاني يبقى ده حتكتب فيه ايميل صديقي هاني hanyatschool.com تاني خطوة عندنا from from معناها من ودي بنكتب فيها ايميل الشخص اللي حيبعت الرسالة اللي هو مين عليatschool.com يبقى كده حلينا اول حاجتين تالت خطوة عندنا هي subject بنكتب فيها ايه الخطوة دي هنكتب فيها عنوان الرسالة بتاعتنا الرسالة دي بتتكلم عن ايه؟ طب نجيب عنوان الموضوع منين موجودة عندنا في السؤال شايفين الجملة اللي بعد ابوت وقلنا نشد تحتها خط اللي هي هو ده العنوان بس هعمل فيه تغيير بسط خالص بدل يو هكتب اوي يعني هقول العنوان لحد هنا الايميل سهل خالص ما تعبناش فيه وما جبناش حاجة من بره فيه سطر صغير تحت كلمة subject هنكتب فيه حاجة من الاتنين اما اقول dear عزيزي واكتب اسم الشخص اللي انا بعيت له الرسالة انا بعيتها لهاني فهقول dear هاني عزيزي هاني او ممكن اقول hi honey لاتنين صح يبقى اما تكتب dear هاني او hi honey بعد كده السطر اللي تحته هنبدأ نكتب مقدمة بسيطة والمقدمة دي سهلة جدا وممكن نكتبها في بداية اي ايميل طب ايه هي المقدمة i am happy انا سعيد to send this email لكي ارسل هذا الايميل to you اليك how are you كيف حالك وبعد ما كتبنا المقدمة اكتب الفقرة بتاعتك عادي خالص زي ما انت كنت بتكتبها عادي نفس الفقرة اللي احنا كتبناها عن المطعم اكتبها عادي في الايميل بعد المقدمة وفي الاخر بقى هنقول see you soon وبكده خلصنا الايميل زي ما انتو شايفين سهل جدا لكن بقى خطوة واحدة بس علشان اخد فيه الدرجة النهائية شايفين اخر سطرين الصغيرين اللي تحت بعض ده بكتب فيه امضاء الشخص اللي باعت الرسالة ففي السطر الاول بكتب yours معناها المخلص لكا وما ننساش نحط القمى بعدها بعد كده في السطر الاخير بكتب اسم الشخص اللي باعت الرسالة اللي هو من هنا علي yours علي المخلص لكا علي وبكده انا اجيب الدرجة النهائية في الايميل بسهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر